اشتركوا في القناة اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائي حجاب والحجاب هو ما يستر المرأة من ثوب أو جدار أو باب وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا الحجاب فيه منع لأذى الفساق ما يطمعون بها إذا تحجبت لا يطمع بها الفساق والمنافقون وإذا كشبت طمع فيها الفساق والمنافقون وسئل ابن عباس ربي الله عنه عن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن فأخذ طرف ثوبه ووضعه على وجهه بين أن هذا معنى غطاء الوجه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة ربي الله عنه تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك فالحجاب يا أخوان الله ذكر فيه فائدتين فائدة الأولى أنه طهارة للقلب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن أي واحد من المسلمين ما يريد طهارة القلب أو المسلمات فائدة الثانية أنه يمنع أذى المنافقين والفساق والطمع بها إذا احتجبت ما يرون وجهها ويطمعون بها ذلك أدنى أن يعرفنا يعني يعرفنا بالعفة فلا يؤذين تنقطع أطماعهم بها أما إذا رأوها كاشفة متبذلة طمعوا فيها وآذوها نعم